هذه أبرز العناوين أشرف حكيمي ضمن التشكيلة الميتالية للجولة الواحدة والثلاثين من الدولة الفرنسية عجلة المنتخب المغربي سوف يواجه هؤلاء المنتخبات النصير يراهن على أربعمائة مليون لحسم صفقة لاعب الأصود والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس أشرف حكيمي ضمن التشكيلة الميتالية للجولة الواحدة والثلاثين من الدورة الفرنسية عرفت التشكيلة الميتالية للجولة الواحدة والثلاثين من الدورة الفرنسية تواجد لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمية الضهير الأيمن لنادي باريسان جرمان إلى جانب نجوم الأندية الفرنسية وضمت التشكيل المتالي كل من اللاعب المغربي إلى جانب كل من اللاعب الفرنسي كيليان بابي والأرجونت نيولين ميسي بالإضافة إلى لاعبين أخرين وكان أشرف حكيمي قد سهم في فوز باريسان جرمان على لانس بنتجة 3 ل 1 رفعا رصده إلى النقطة 72 في صدارة الليجة عاجل المنتخب المغربي سوف يواجه هؤلاء المنتخبات توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بطلبين من الاتحاد المصري والسنغالية من أجل خوض مباراة إعدادية دولية خلال تاريخ الاتحاد الدولي الفيفا المخصص للمباريات الدولية وقشفت يوميات الصباح أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنتظر قرار الناخب الوطني وليد ريجراجي لاختيار المنتخب الذي يرغب في مواجهته استعدادا للاستحقاقات المقبلة ووضحت الصعيفة ذاته أن ريجراجي يفضل مواجهة المنتخب السنغالي المحتل للمركز الثاني إفريقيا في تصنيف الفيفا لتوفره على لاعبين محترفين في أقوى الدورية الأوروبية ما سيجعل المباراة أمام منتخب تيرانغا محكا حقيقيا لمنتخب الأصود وذلك قبل منافسة أمم إفريقيا 2024 التي تقرر إجراؤها في شهر يناير وفبراير المقبلين من العام المقبل وكان المنتخب الوطني لكرة القدم قد فز وديا في مارس الماضي على البرازيل بهدفين الواحد في طنجا ثم تعادل ضد البيرو بصفر لمتلي في مدريد النصير يراهن على 400 مليون لحسم صفقة لعب الأصود شارع سعيد نصير رئيس نادي الودادة رياضي لكرة القدم التهيئة بشكل مبكر لمنافسة الموسم الرياضي المقبل إذ يخاطط للدفر بالمهدي بن عبيد حارس مرمى فريق الفتحة الرباطية الذي يرغب في ضم خلال المركات الصيفية المقبل وتواصل أحمد ريد التيجنوتي حارس مرمى المنتخب الوطني الأول والودادة الرياضي بعروض مغرية تقربه من مغادرة الفريق الأحمر خلال المركات الصيفية المقبل ما فرض على النصير التحرك بشكل مبكر من أجل إيجاد بديل لها وبالرغم من تألق الحارس الثاني يوسف مطيع الذي منح فريق الودادة الرياضية التأهل في مسابقة كأس العرش واستطاع تأمين التعادل للفريق الأحمر في مباراة الديربي أم مارجة الرياضية غير أن رئيس النادي رغب في التعاقد مع المهدي بن عبيد وعرض عليه 400 مليون سنتي من أجل التوقيع للفريق الأحمر إذ ركن منه بأهمية مركز حراسة المرمى التي تستوجب التوفر على حارسين بنفس الكفاءة في موسم الكرة والحالية رفقة فريقها الفتحة الرباطية ما جعل الناخب الوطني وليد ريجراجي يوجه له الدعوة من أجل تعويض التجنوتي الذي غاب عن وديتي البرازيل والبيرو بالسبب الإصابة المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة ينهزم أمام فرنسا في لقاء ودي إنهزم المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة بنتجة هدفين لسفر في المباراة الودية التي جمعتها اليوم الأربعاء بمركز كليرفونتين بمدينة باريس بالمنتخب الفرنسي وسيواجه المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة المنتخب الفرنسي من جديد وذلك يوم الجمعة الواحد والعشرين من أبريل الفين وثلاثة وعشرين الكافي يوافق على تغيير توقيت مباراة السيمبا الطنزاني والويداد رياضي والفريق يحشد جماهيره للإطاحة ببطال إفريقيا أطلق نادي السيمبا الطنزاني حملة من أجل تشجيع جماهيره لحضور المباراة التي ستجمعه بضيفها الويداد الرياضي لحساب دهاب ربع نهائي دور عبطال إفريقيا وبدأ الفريق الطنزاني الحملة اليوم الأربع بعقد تجمعات بحضور بعض مكونات النادي وسط حشد من الجماهير في منطقة تشالي زيبوانية هذا أعلن نادي السيمبا الطنزاني عن تغيير توقيت مباراة أمام الويداد الرياضي إلى الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب وذلك بعد مرسلة الاتحاد لفرق الكرة القدم بهذا الخصوص وضف السيمبا أن هذا القرار يأتي بالسبب تزامن المباراة مع يوم عيد الفترة لإتاحة الوقت الكافي للجماهير لحضور المواجهة القوية وحطت بعتس الويداد الرياضي صباح يوم الأربعاء رحالها في طنزانيا استعداد لمواجهة السيمبا برسم ذهاب ربع نهائي دور عبطال إفريقيا وكانت رحلة الفريق الأحمر قد انطلقت مساء الثلاثة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء صوبة طنزانيا عبر طائرة خاصة قبل مواجهة الرجاء الأهل يتقدم بمذاكرة قانونية عاجلة لهذا السبب نشر فريق الأهل المصر لكرة القدم اليوم الأربعاء بلاغا ناريا بسبب العقوبة التي تعرض لها نجمه محمود كهرباء من لجنة الانتباط وتقدمت إدارة النادي المصر بمذاكرة قانونية عاجلة للإتحاد المصر لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الانتباط بحق نادية ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد كهرباء وكانت اللجنة المذكورة قد قررت إيقاف اللاعب 12 مباراة مع تغريمه مليون جنيه مصرية بسبب واقعته تفاته مع جماهير الأهل ضد الزمالك تجدر الإشارة إلى أن الأهل المصري سيواجه يوم السبت المقبل ضيفه نادي رجاء رياضية في مباراة قوية برسم ذهب ربعي نهائي دورة طالف ريقيا زياش حققنا إنجازا كبيرا في المونديل لكنه كان مخيبا للآمان لعدم وصولنا للنهائية عاد الدولي والمغربي حكيم زياش المحترف في الصفوف فريق تشيس الإنجليزية ليتحدث عن الإنجاز التاريخ الذي حققه المنتخب الوطني في نهائية كأس العالم قطر 2022 من خلال وصوله إلى المربع الدهبية وقال زياش في حوار مع مجلة فوغو الهولندية كان إنجازا كبيرا لكن يبدو أيضا مخيبا للأمال وصلنا للمربع الدهب وكنا قريبين جدا لكن لم نصل للمباراة النهائية وأضاف خلال نهائية كأس العالم أظهرنا كيفية التعامل مع آبائنا أعتقد أنه أتر في الناس رأيت زميلا في الفريق يقبل جبن أمها إنها أجمل صورة في كأس العالم بأكملها وتبع أنا أحب خصوصياتي لكن لم تعود الأمر كذلك كل خطوة أقوم بها تتم مراقبتها إذا كنت أساعد الناس فأنا أريد أن أفعل ذلك بتكتم قيمة الصدقات تختفي عند خروجها للعلن هذه أبرز العناوين أشرف حكيمي ضمن التشكيلة الميتالية للجولة الواحدة والثلاثين من الدولة الفرنسية عجل المنتخب المغربي سوف يواجه هؤلاء المنتخبات النصير يراهن على أربعمائة مليون لحسم صفقة لاعب الأصود ترجمة نانسي قنقر